مرحبا حبيبي اصحاب برج الحمل شلونكم ان شاء الله تكونوا بخير اليوم راح نقرأ توقعات برج الحمل التوقعات هاي راح تكون عامة طبعا احب اذكر انه القراءة تكون عامة فمستحيل تنطبق على جميع بنسبة 100% ممكن تنطبقوها بنسبة 50% ممكن 80% وممكن البعض منكم تكون هاي القراءة موجهة اليه فيحس انه هي تنطبق عليه 100% القراءة راح تشمل الصعيد العملي الصعيد الصحي العائلي العاطفي ووضع الشريك بصورة عامة وايضا طاقة برج الحمل العامة خلونا نبلش القراءة قبل ما بلش القراءة اذا انتم مشتركين بالقناة اشتركوا واشتركوا لايك اذا عجبكم الفيديو وتركوا لي ارائكم بقناة التعليقات بداية برج الحمل انبلش طاقتك العامة خلال هذه الفترة برج الحمل هاي الطاقة ممكن تكون عامة ممكن تكون عاطفية على الأغلب انا اشوف هي طاقةك العامة حاليا اللي مسيطرة عليك تقريبا الطاقة العاطفية بالفترة الحالية برج الحمل اشوف انه انت ممكن تكون منعزل يعني منغلق على نفسك خلال هاي الفترة بسبب احباطات مريت بها بالماضي انت مثل ما قلت لك انه انت منعزل انت بطاقة الهرم الطالع انت منعزل حاليا قاعد تراجع نفسك ممكن او حتى تراجع علاقة انت مريت بها بالسابق عندك نوعا ما زعل اشوف انه ممكن او راح نوضحها اكثر بقراءة العاطفية بس بداية يعني اكو عندك زعل من شخص هذا شخص اشوف بالفترة الحالية هو عرف غلطة وقاعد يحاول انه يرجع مرة ثانية لصالحك خلال هاي الفترة بس قاعد اشوف انه انت غالق عليه تقريبا كل الطرق ومرة يتنطي فرصة ثانية ومنعزل عنه تماما لان اكو زعل صاير بيناتكم زعل شبير اما بالنسبة لطاقة الشخص نفسه اللي وراك اكو شخص هنا دا يحس شعور انه هو بالخسارة بالفقدان عدم الثقة بالنفس هذا الشخص اشوف ممكن انه كانت اكو افكار سلبية بباله ومسيطرة عليها خلال الفترة السابقة وهذا الشي خلاه من قد ما هو يعني افكار اكو سلبية بباله او اتهامات او شكوك حتى اتجاهك هذا الشي خلاه يخسرك تماما هو اذا يحس باحساس الفقدان لاحتياج العاطفي نفس الوقت قاعد اشوف انه كانت عنده شكوك بباله او مشاكل او ممكن حتى يكون وضع مقيد هذا الشخص بس الفترة الحالية قاعد اشوف عنده تحرر اتحرر من افكار سلبية اتحرر من ممكن دراما كان عايشها هو بينه وبين نفس الفترة السابقة وحاليا بلش يحس بخسارتك هو ندمان دي يحس انه هو فقد شيء يعني شون اقولك انت ممكنت شيء بسيط بحياته هو اكتشف هذا الشيء متأخر بعد ما انت انسحبت من العلاقة وصار عندك نوعا ما ملل بسبب الاغلاط اللي هذا الشخص دائما يكررها نفسها ويرجع بعدين يعتذر فاشوفك قافل عليه الطريق وما متقبل اي اعتدار من عنده بالفترة الحالية هاي جينا على طاقتك العامة حاليا خلي نبلش القراءة على الصعيد العملي اشوفك يا برج الحمل على الصعيد العملي والصعيد الماضي اكو عندك امور هواية معلقة واقفة بمكانها ما قاعد تتحرك تحس انه شغلك ما قاعد يتقدم قاعد يتراجع بالعكس الى الوراء عندك نوعا ما تعب وقلق على الصعيد العملي البعض من عندكم اشوف ممكن انه انت شنت منتظر او حاليا انت منتظر تواصل يخص امور معرقة لصار لها فترة طويلة اكو عندك اما خبر منتظر او شغل متعرق لصار لفترة هذا الخبر ما قاعد يوصلك واكو تأخيرات واحباطات مأثرة عليك هاي الفترة اكو تواصل سريع راح يوصلك ممكن يكون يوم ثمانية بالشهر التواصل راح يكون يخص وضع مادي ايضا البعض من عندكم اشوف انه هو ممكن داخل بشراكات بس هاي الشراكة اللي هو بها اكو بها طرف متلاعب نوعا ما اكو تلاعب شوية احس اكو كذب من ناحية شخص موجود وياك بالعمل نفسه او ممكن حتى يكون هذا الشخص اللي انت منتظر من عنده خبر هو نوعا ما صار لفترة مختفي وما منطيك خبر ولا شرح لك انه العمل وين قاعد يتقدم هاي الناس اللي عندهم شراكات على الصعيد العملي فاشوف اكو بعض التأخيرات على الصعيد العملي خلال هاي الفترة بس النصف الثاني ان شاء الله او حتى من الاسبوع الثاني راح تبلش الامور شوية تتحرك خاصة الناس اللي عندها شغل من الخارج او منتظر اخبر من شخص بالخارج اشوف ان شاء الله خلال الاسبوع الثاني او حتى ممكن نقول النصف الثاني من هذا الشهر اكو اخبار راح توصلك تخص عملك لناس اللي عندهم مثلا بضاعة وبالخارج حاليا ما قاعد توصلك بدا اشوف اكو تأخيرات على صعيد العملي منتظر خبر من الشخص من الخارج الخبر راح يوصلك ان شاء الله الاسبوع الثاني هسا انتهينا من الوضع العملي شرحناه بصورة سريعة خلي نحول على الوضع الصحي الوضع الصحي اشوف البعض من عندكم صار لفترة تقريبا اسبوعين او شهرين قاعد يعاني من مشاكل تخص منطقة العين والرأس بهاي الفترة اشوف انه انت راح تبلش تتحرك على هذا الموضوع عندك مراجعة للطبيب وبخصوص موضوع قلت لك ممكن يخص العين او منطقة الرأس بصورة عامة جبينه اعلى ممكن البعض منكم يعاني من صداع صار لفترة وهو شوية هذا الموضوع ما منطيه اهتمام والبعض الثاني اشوف انه التفكير والحالة النفسية اللي انت بها حاليا قاعد تأثر على وضعك الصحي وبصورة كبيرة خاصة للناس اللي يعدها مشاكل بالعمل او مشاكل حتى مادية خلال هاي الفترة اللي دمر بها الامور كلها متعرقلة فاشوف وهذا التعب النفسي قاعد يترجم بصورة جسدية عليك فعندك تعب من شدة التفكير تفكيرك هوايا هوايا قاعد تتفكر بهاي الفترة فهذا الشي مخليك ممكن اول اسبوعين راح تعاني من الام بالرأس سواء كان صداع او حتى الام تخص منطقات العينين بصورة عامة عموما ما اشوف انه اكو وضعي خوف ان شاء الله تعدي على خيار ممكن انت تراجع تحاول تراجع خلال هاي الفترة طبيب اذا تشونت عندك مشاكل بالاماكن اللي قلتلك عليها بالنسبة للأوضاع العائلية طبعا الاوضاع العائلية قاعد اشوف ممكن البعض من عدكم صار لفترة اربع شهور او ثلاث شهور نقول اربع شهور بصورة عامة اكو مشاكل بالعائلة بالبيت قاعد تصير خاصة الناس اللي متزوجين اشوف عندهم مشاكل صار لهم فترة اربع شهور اكو نوع من الاحباط اكو شخص زعلان من عندك او انت حتى زعلان منه لان اكو طاقة زعل عد برج الحمل خلال هاي الفترة فاشوف اكو مصالحات اشوف الامور راح ترجع الدور لصالحك هنا طلعت لي الويل اوف فورتشن بالاوراق بالاوراق العامة وايضا بالتوضيحات رجعت طلعت لي نفس الورقة فعجرة تلحظ قاعد دوروا ياك خلال هاي الفترة اكو صلح اكو امور كانت واقفة راح تبلش تتحرك خلال الفترة الجاية يعني خلال هذا الشهر ان شاء الله اكو امور هواية راح تبلش تتحرك عجلة تلحظوا اياك يعني اكو مثل ما نقول يد من السماء ممتدة اليك حاليا تساعدك وتسهل عليك امورك خاصة على الصعيد العائلي بالنسبة للناس المتزوجين وبينهم مشاكل او حتى بينهم زعل انفصال اشوف الامور راح تبلش ترجع تتصلح مرة ثانية العجلة راح ترجع الدور بكم والناس اللي عندها زعل او مشاكل بالبيت اشوف اكو فترة راح تمر فترة هدوء تكون وبها فترة صلح ايضا اما بالنسبة للصعيد العاطفي اللي تقريبا تسعين بالمئة من اللي دايشوفون البرج حاليا هم دايشوفوه على المدى الصعيد العاطفي اذا تحبون اسوي لكم قراءة خاصة عاطفية فقط لكل برج وكتبولي بخانة التعليقات واذا شفت انه انتوا رايدين هذا الشي راح ابدي انا ازلي لكم الابراج بس على الصعيد العاطفي فقط لان اكو ناس ما يهمها الصعيد العملي اللي يهمها كله هو الصعيد العاطفي عموما على الصعيد العاطفي البرج الحمل اشوفك يا برج الحمل انت بالفترة الحالية قاعد تحاول تبين انه انت قوي نوعا ما انه انت ما مهتم انت واقف على حيلك وما عندك مشاكل بس انت بداخلك منهار تماما يعني انت اللي يشوفك من برة يحس انه انت انسان ما مهتم ما عندك اي مشاكل الوضع اللي انت بيه حاليا مهامك او حتى ممكن انت مصدر هذا الوجه للشريك حتى يعرف انه انت ممهتم وبعده ما مأثر عليك او حتى الزعل اللي بينكم ما مأثر عليك اساسا بس انت بالحقيقة البرج المنهار قاعد اشوف انه انت فترة مراقبة حاليا فترة انتظار وده تحاول تبين قوي يعني انت اللي شوفك بالوجه يقول انه انت ملك العصي او ملك النار بس انت بداخلك البرج المنهار فاشوف انه انت حاليا ممكن كشفت سر لان حتى هنا اشوف اكو سر كشفته عن الشريك اللي موجود وياك حاليا او حتى اللي انفصلت عنه صار لك فترة وهذا الشي خلاك تنهنت او ممكن تكون اكو اشخاص الدخل او اطراف خارجية الدخلت بالعلاقة بيناتكم وهي اللي سببت المشكلة اشوف اكو اقنعه هواية انزالت من على الوجوه وانت حاليا مثل يعني تعرف ناسك اللي موجودين حواليك هم وشنو وانت مثل احسك هنا قاعد تقولي هاي الورقة انه انه اني بعد محد ما راح يقدر يخدعني صرت اعرف الناس صرت اعرف كل شخص على حقيقة بعد ما انخدع بالناس لان انت هنا طالع من صدمة كلش كبيرة هاي التور مو صدمة طبيعية صدمة كبيرة بس لازم تعرف انه ورقة التور هي ورقة ميجور اركانة فتسعة وتسعين بالمئة هي تتحقق هاي اولا ثانيا هاي التغييرات تكون تغييرات مو بدل انسان رب العالمين هو اللي يخلي هاي الصدمة تمر بحياتك لان اكو بعدها وضع احسن اكو تغييرات شاملة يعني اكو فترة تماما من حياتك بلشت تنتهي او درست شان لازم تاخده انت اخدته والفترة الجاية راح بتكون حتى متكرر هذا الغلط مرة ثانية فهذا الانفصال اللي صار او حتى الشخص اللي كشفته انت على حقيقتك اه كان لازم يصير رب العالمين هو اللي كان رايد انه هذا الشي ينكشف وراح يكون الصالحك اما بالنسبة الطاقة الشخص نفسه قاعد اشوف انه هذا الشخص عنده مشاعر التجاهك هو اكو حب بيناتكم والحب موجود وهو حاليا قاعد يحاول يتواصل وياك وممكن يتواصل وياك روحيا او حتى يتواصل وياك اساسا لان هنا قاعد اشوف هو عنده تردد شوية من التواصل بس راح ياخذ القرار انه هو يرجع يتواصل وياك البعض منكم هذا شخص يتواصل وحاول يعتذر بس هو قاعد يحس انه انت كلش متبعد يعني هو امراقبك من بعيد حاليا امراقبك ويحلم بيك حتى او انت ممكن قاعد تحلم بيك اكو تواصل روحي بيناتكم جدا عالي ولكن التواصل الحقيقي منقطع اشوفه انت ممكن ما قاعد تنتفرصة لهذا الشخص لانه هذا الشخص اساسا قاعد اشوفه هنا هو دايحاول انه يعتذر هو جاي واقف منتظر اشارة منك منتظر خطوة البعض منعدكم هذا الشخص ممكن يكون من الماضي انت منفصل عنه سابقا وهو هسا دايحاول يرجع بحياتك مرة ثانية بس انت تقريبا وصلت مرحلة ملل من العلاقة او انه هذا الشخص سابقا تعبك هواية فلهاي سبب انت عندك مخاوف انه انت ترجع لهاي العلاقة مرة ثانية هسا بما انه طلنا طاقتك وطاقة الشريك خلي نفصل الوضع العاطفي اكثر طبعا اشوف انه انت مثل ما قلت لك انت عندك نوعا ما ملل انت العلاقة هذه ممكن كان بها تلاعب لان هنا عندي ورقة ينطلعت لنفسها هي ورقة الساحر يعني هنا شوفوا اذا تشوفون هاي الاوراق وضحتها اني على نفس الورقة طلعت الورقة نفسها فبدا تقولي انه اني بنفس المعنى طالع ممكن هذا الشخص سابقا كان عنده نوعا ما تلاعب بالعلاقة وانت كشفت هذا التلاعب ممكن تكون الاغلبية منعدكم الموضوع يخص مشكلة يعني شغلة اخلاص او وفاء بسرعة فاللي اشوفه انه اتعرضت انت سابقا ممكن الكذب من هذا الشخص خداع او حتى البعض منعدكم متعرض الخيانة خاصة اذا كان هذا شخص من برج الجوزاء او برج السرطان والاقرب هنا عندي برج الثور حتى ما انسى الابراج برج الحوت ايضا موجود هنا اكو شخص ممكن يكون برج الحمل مثلك وبرج الثور طالع مارتين والاسد فاللي قاعد اشوفه انه هذا الشخص مثل ما قلت لك هو سابقا خداعك اكو كان عنده نوعا ما خداع بالفترة الحالية انت ممكن قاعد تستشفي من الجرح اللي هذا الشخص سبب لك يا انت ماخد رست انت الطاقة العامة اليك اشوف اكو تباعد انت حاليا مون غلق على نفسك قاعد تراجع الاشياء اللي مريت بها سابقا وانت فعلا محتاج هذا الرست انا هسا ما اقول لك اخذ خطوة انه انت ترجع لهذا الشخص لان انت محتاج رست انت فعلا محتاج هنا انا رست محتاج تستعيد توازنك لان اشوف توازنك تقريبا مختل انت هاي العلاقة سابقا ممكن شنت هواية تحاول تحافظ عليها لكن وصلت المرحلة بسبب خداع من هذا الشخص انه انت حاليا ما عندك الرغبة انه انت تستعيد هاي العلاقة او ترجع تشتغل على هاي العلاقة اللي اشوف انه انت ممكن تحاول انه تنسى هذي الصفحة اللي كانت بحياتك وهذا الشخص تماما تغلق الصفحة وتبلش بداية جديدة لان هنا عندك ورقة الدرس موجودة فانت دا تحس انه انت محتاج تغيير جدري دا تحس ممكن المشاعر اللي بينكم وان كانت موجودة عندك ولا هنا دا اشوف كان انه انت دا تحاول تتجاهل مشاعرك انت دا تحاول تتجاهل المشاعر اللي موجودة عندك اتجاه هذا الشخص او حتى اتجاه العلاقات بصورة عامة انت مو عاطفي يعني دا تحاول تفكر بعقلك وهذا شي مخليك تتخلى عن مشاعرك وبصورة عامة حاليا هذا الشخص حاليا هو مستعد انه يبدل اقصى مجهود في سبيل انه يرجع العلاقة اللي بيناتكم لانه هذا الشخص من بعد ما انت مثل ما قلت لك بعد ما حس انه هو خسرك تماما حس بقيمتك اكو ناس ما تحس بقيمة الشي اللي موجود عندها الا اذا فقدته فانت بظاهر يعني قطعت تماما ويان وقطعت التواصل هو وصل مرحلة الفقدان منوصل مرحلة الفقدان حس بقيمتك وهسا دا يحاول انه هو يرجع العلاقة هو مستعد انه يبدل اقصى مجهود هنا ورقة زشارية ايضا برج السرطان طلع عدنا مرتين فممكن يكون تتعامل مع شخص من البرج السرطان او ممكن يكون انه هذا الشخص حاليا راح يبدل اقصى مجهود بدأ يفكر انه هو يبدل اقصى مجهود في سبيل انه هو ينسيك الشي اللي يصار سابقا ويبدأ وياك بداية جديدة تماما يريد انه الماضي كله يموت ويبدأ من جديد صفحة بيضة انتوية بس نفس الوقت قاعد اشوف عنده نوعا ما التسرع هو متسرع شوية بتصرفوته ممكن عصبي زيادة عن اللزوم وممكن اخر اتصال بينك وبينه التواصل ما كان بنا صار اكو تجريح بالكلام لان هنا قاعد اشوفك انه انت زعلان من هذا الشخص وايضا هنا طاقة الانفجار موجودة انه هاي طاقة ما تجي الا اذا اكو شيء صار مو صدمة عادية اكو صدمة كبيرة صارت فممكن يكون هذا الشخص ها على فكرة طبعا هذا البرج هو برج العقرب اذا كنت تتعامل ويا شخص من برج العقرب ايضا فممكن اشوف انه الكلام اللي صار هذا الشخص انفجر او انت حتى انفجرت وصار اكو تجريح بالكلام ببيناتكم التواصل ما كان بنا بينكم اخر تواصل فالهي السبب هو اذا يحاول انه يرجع يعتذر ممكن عن الكلام اللي قاله لان حس هذا الكلام خلاه يخسرك الى الابد عموما انا اشوف ان هو راح يبذل مجهود البعض من عدكم راح يجي بصيغة جديدة مثل راح يقولك انه احنا خلي نرجع ما نرجع بعلاقة خلي نرسم العلاقة نحاول انه نرسم علاقتنا او حتى انه نقوي العلاقة اللي موجودة بس انت قاعد اشوف انت دا تحس بملل انت رافض اعتدار هذا الشخص ورافض رجوعه بحياتك حاليا او ممكن نقول انت مرافض وانما محبط فما تريد تنطي اجابة حاليا لها سبب انت منعزل ما تريد انه هو شون تقوله انه كوش انتهى تماما بس نفس الوقت ما تنطي امل بالرجوع فمخلي مثل اللي متعلق لهو وطا يلقى وهو يستهل على فكرة ما دام امزع لك فالمهم يعني اللي اشوف انه هذا الشخص راح يرجع الناس اللي منتظره رجوع من شخصه من الماضي من برج السرطان او برج العقرب برج الجوزاء الدلو برج الثور الاسب موجود ايضا برج الحمل فاذا كنتوا منتظرين رجوع من احد هاي الابراج وانطبقت عليكم القراءة وانطبق السيناريو اللي صاير بينكم هذا الشخص راح يحاول بكل ما اوتي من قوة انه هو يرجع العلاقة ويصالح اللي كان ببينتكم يبقى الخيار اليك اذا شنت انت راح تنطي فرصة او ما تنطي انا اشوف هو فعلا عنده طاقة ندم وكان عنده تلاعب بالماضي بس حاليا قاعد اشوف انه هو حس انه هو خسرك حس انه هو ممكن كان ضغط عليك بزيادة ممكن هذا شخص كان يضغط عليك الدرجة انه خلاك توصل مرحلة الانفجار يعني كثر الضغط يولد الانفجار فهو ضغط عليك كهوية وصلك المرحلة انه انت انفجرت بوجهه قلت له كافي انا بعد ما اريد نرجع بعلاقة ما اريد اي تواصل وياك فاللي هنا انا تنتهي القراءة مالتنا اشوف هذا الشخص راح يحاول يبقى اليك انت القرار اذا شنت راي ترجع او لا اللي اشوف انه انت محتاج راست اخذ راست هاي الفترة حاول هاي الاسبوعين متاخذ قرار البعض منكم هذا الشخص ممكن من شهر الرابع هو انتم الفصلين او صغير هذا الزعل الي بينكم اخذ راست فترة هاي الاسبوعين لا تاخذ قرارات متسرعة ابقى منعزل لان انت محتاج طاقة الانعزال بس حاول انه تلقي قلبك شي حلو لهذا الشخص سامحة بين نقبل نفسك حتى تقدر تعدي هاي المرحلة في حال ما رجعت لهذا الشخص تقدر تعيش حياتك طبيعي واحساس الزعل الي عندك هذا تطلع من عنده طاقة الهرمد هي طاقة سلبية من تجي بوضع الرفض والانعزال فهي طاقة سلبية حاول انه ما تكون منعزل زيادة وتفكر بسلبية هواية وخلي حدثك هاي الفترة اتبع لحدثك يعني شنو احساسك يقولك سوي لي عنده شوف عندك طاقة روحانيات عالية خلال هاي الفترة كل التوفيق لكم برج الحمل